السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم على قناة وصفة ناس زمان كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا في تمام الصحة والعافية اليوم إن شاء الله سأقدم لكم وصفة طبيعية مجربة ومضمونة إن شاء الله لتخصيص البطن والتخلص نهائيا من بروز البطن ومن الدهون التي قد تتراكم حول البطن مما يسبب إنزعاج شديد لدى السيدات على وجه الخصوص فهذه الوصفة مجربة وقد امتشرت في الأشهر القليلة الماضية وقد لاقت نجاحا كبيرا بين السيدات ولهذا ارضأيت أن أقدمها على قناتي أنا أيضا لكي تعم الفائدة وصفة مكونات هذه الوصفة فهي جد سهلة وبسيطة فكل ما عليك هو الانتظام في استخدامها إلى أن تحصلي على النتائج المرجوة فضلا إذا كنت أول مرة تشاهدين القناة لا تنسي الضغط على زر الاشتراك أو سبسكرايب وتفعيل الجرس لكي يصلك جديد القناة وشكرا جزيلا لكي نمر الآن بحول الله إلى مكونات الوصفة فالمكون الأول في هذه الوصفة فهو مصحوق الزنجبيل فالزنجبيل كما نعلم أنه له العديد من الفوائد العلاجية وأيضا له فوائد عديدة للبشرة والشعر أيضا وكذلك جد فعال للتخصيص والتخلص من الدهون المتراكمة في الجسم وخصوصا في منطقة البطن وذلك لأنه يعمل على تفتيت الدهون التي تتواجد على مستوى البطن والتخلص منها بشكل نهائي ولهذا فهو جد مفيد وفعال للتخلص من مشكل بروز البطن والدهون المتواجدة بها كما أنه فعال جدا في تقليل الشهية المفرطة ويسرع من عملية الآيض مما يسرع من التخلص من السمنة أما المكون الثاني في هذه الوصفة فهو الفازلين وسنحتاج في هذه الوصفة إلى ملعقة كبيرة من الفازلين أو يمكنك استعمال أيضا ملعقتين وهنا سنحتاج إلى ملعقة صغيرة من الزنجبيل فالفازلين تعمل على ترطيب وتليين الجلد بشكل جيد جدا مما يساعد على عملية امتصاص الزنجبيل مما يساعد بشكل كبير جدا على التخلص من الدهون المتراكمة في البطن ويمكنك أيضا استعمال هذه الوصفة للتخلص من الدهون التي تتراكم في أي منطقة من الجسم سواء في الدراعين أو الفخضين أو المؤخرة أيضا والخصر فهي فعالة جدا جدا للتخلص من الدهون التي قد تتواجد بأي منطقة في الجسم نمر الآن بحول الله إلى طريقة تحضير هذه الوصفة وطريقة استعمالها ناخد ملعقة صغيرة من الزنجبيل فالزنجبيل يمكنك أخذه وطحله جيدا في الخلاط الكهربائي للحصول على مسحوق الزنجبيل أو يمكنك شراءه جاهز من المحلات فهو أيضا يباع جاهز ولكن من المستحسن والأفضل أن تقوم بطحنه في المنزل لكي تحصل على الزنجبيل ذات الجودة العالية فهو يستخدم كثيرا في الطحي كذلك يمكنك أيضا استعماله في الطحي بشكل يومي للاستفادة من مزاياه في التخصيص فهو أيضا كما قلت يقلل من الشهية ويسرع من عملية الأيد مما يساهم بشكل مباشر في التخلص من الدهون المتراكمة في الجسم وخصوصا في منطقة البطن هذه هي الوصفة تكون على هذا الشكل تقومين بأخذ القليل من الفازلين وتقومين بوضعه على البطن بهذا الشكل هكذا تقومين بحركات دائرية لكي يسهل امتصاص الفازلين والزنجبيل بشكل سريع جدا تقومين بهذه الحركة لمدة تتجاوز من 3 إلى 5 دقائق هكذا تقومين بهذا الشكل على الوطن بالكامل ويمكنك استعمال بلاستيك غدائي غدائي ولفه لفه على الوطن بالكامل أو ما يسمى بالسلوفان فهو جد فعال جدا فهو سيساعدك للتخلص من من الدهون التي قد تواجد على مستوى البطن وذلك لأنه يساعد منطقة البطن على التعرق بشكل جيد جدا مما يساعد على التخلص من الدهون بشكل سريع جدا يمكنك استعمال هذه الوصفة للتخلص من البطن بشكل يومي أو من 3 إلى 5 مرات أسبوعيا لمدة شهر بالكامل وأنا متأكدا 100% أنك ستحصلين على نتائج جيدة والتخلص نهائيا من البطن من بروز البطن والتخلص نهائيا من الدهون التي قد تواجد بها فبالموازات مع استعمال هذه الوصفة يمكنك شرب عصير النعناع وعصير الليمون كذلك فهم من العصائر الفعالة جدا جدا والتي تساعد بشكل كبير على التخلص من الدهون وتفتيتها بشكل جيد جدا ويمكنك أيضا شرب لترين من الماء بشكل يومي فهذا سيساعدك بشكل جيد جدا وبشكل فعال على التخلص نهائيا من الدهون وخصوصا الدهون التي تتطارك على مستوى البطن كانت هذه هي وصفة اليوم أتمنى أن تجاري بيها وأن تتركي في صندوق التعليقات أراؤك والسفصاراتك حول هذه الوصفة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته